بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة حكم النون والميم المشددتين ونبدأ أولا بأصل هذين الحرفين النون المشددة والميم المشددة فأصل النون المشددة نون ساكنة أتى بعدها نون متحركة فأدغمت الأولى في الثانية أي أدغمت الساكنة بالمتحركة مثل إن أصلها إن لما أصلها لم ما هكذا أصلهما فأدغمت الأولى منهما في الثانية فصارتا بالرسم حرفا واحدا مشددا حكمهما إذا مر معنا ونحن نقرأ القرآن الكريم نون مشددة أو ميم مشددة فإن فيهما الغنة بمقدار حركتين ومعنى الغنة كما ذكروا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم يخرج من الخيشوم ومعنى هذا والخيشوم والخيشوم المراد به التجويف الذي داخل الفم والذي يأتي فوق سقف الحنك من داخله هذه الغنة التي نقرأ بها ليست على وتيرة واحدة في كل المواطن في القرآن الكريم بل إن لها مراتب فبعضها أقوى من بعض ولنتكلم عن مراتب الغنة فهي أولا أقوى شيء في الحرف المشدد ونقصد كما مر معنا بالحرف النون والميم إذن النون والميم المشددتان مثل إِنَّا لَمَّا ثم ننزل درجة ونقول أقل قوة من الحرف المشدد الحرف الساكن المدغم ومعلوم معنى قولنا الحرف أي النون أو الميم الساكنان المدغمان ومعلوم أن النون تدغم في حروف يرملون والميم تدغم في مثلها مثل مَن يَشَاء ومثل لَهُم مِّن ثم ننزل درجة ونقول أقل قوة أي أقل من الحرف الساكن المدغم في الحرف الساكن المخفي ومعلوم أن النون الساكنة تختفي عند حروف الهجاء الخمسة عشر صف ذا ثنى كم جاذ شخص قد سمى دم طيبا زد فيه تقاضع ظالما وأن الميم الساكنة تختفي عند الباء مثل مَن جَاء وَمَا لَهُمْ بِهِ ثم ننزل درجة ونقول أقل قوة في الحرف الساكن المظهر ونرجع فنقول الحرف الساكن المقصود به النون الساكنة أو الميم الساكنة ومثل النون التنوين كما في قوله من آمن أظهرنا النون عند الهمزة وقوله لهم فيها ميم ساكنة وبعدها الفاء ثم ننتهي إلى أقل شيء في الحرف المتحرك أي في الميم المتحركة والنون المتحركة مثل مِنَا وشاهدوا النون الساكنة النون المشددة والميم المشددة من التحفة قوله وَغُنَّ مِيمًا ثم نونًا شددًا وَسَمِّ كُلًا حَرْفَ غُنَّةٍ بَذَا والحمد لله رب العالمين